بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى المشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ذننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظناتم أن لن يبعث الله وحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها منئة حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شعابا رصدا وأنا لا ندري أشف أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قذبا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه عربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكوا عذابا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربه أحدا قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحده ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعش الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أدعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظير على غيبه أحدا إلا من ارتبى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم الليل رحمه الهدى ليش في قناة yor ج lobbying قائل المشاهد